ممكن الجمعة يعد على خير يا ربي يعد على خير وإن كان الأمريكان شعللوها فبقى الخير حلم للمصريين الخير لحقن الدماء بقى حاجة صعبة جدا في الأشهر الخرم وفي أيام مباركة مزيد من الدماء قد يكون هو الذي يرضي نهم الأمريكان الأمر لم يهدأ بعد الإخوان يصرونا على مواصلة الدعوة للاحتشاد ودخول ميدان التحرير يوم الجمعة قاعدين يقولوا للناس ويقنعوا الناس أن احنا لازم ننزل يوم الجمعة ليه ميدان التحرير يا جماعة هم عارفين أن الأمن مش هيسمح بميدان التحرير بس يحصل تصادم ويروح ناس مغرضة وناس طيبة وناس مصدقة وناس فهم أن المشروع الإسلامي في خطر بدون ما يقولوا لنا هو إيه المشروع الإسلامي في نفس الوقت الحكومة بتسارع فأقرت النهاردة ووافقت على قانون منع التظاهر يعني إيه؟ يعني عشان تتظاهر لازم تنطبق عليك القواعد لازم تقدم طلب وتحدد فين وتحدد شعاراتك اللي حترفعها وتحدد الهدف من المظاهرة العالم كله بيعمل كده مصرح هتعمل كده مع العالم كله بيعمل حاجات كويسة العالم كله بيعرف يعني إيه انتظام مرور يعني إيه احترام قانون يعني إيه دولة مصرح هتعمل الإخوان هيعملوا كده أشك إنهم هيعملوا كده ده معناه إيه؟ معناه زي ما هم قالوا هيتظاهر يوم العيد انهم عاوزين يتظاهرهم الجمعة ويروحوا التحرير وتحصل مجازر او تحصل نبتدى بقنابل وبعدين يقولك احنا مظاهرة سلمية وبعدين يبقى بينهم ناس مسلحين وبعدين يطلق رصاص عليهم الامن يقول انا ما بضربش رصاص المواطنين اشتبكوا مع المواطنين ومسألة تو مش مهم ده كل المهم ان في ايه في ناس ماتت انت شايفهم وحشين شايفهم حلوين في ناس ماتت وفي ناس مغرضين وراء الموت ده في ناس عايزين يحصل موت في ناس يتمنوا ان الاعداد تزيد وخاصة ان امريكا قالت لهم اهو مش بقولكوا موتوا ناس وانا تحت امروكم ماتتسعة وخمسين مصري يوم ستة اكتوبر يوم احتفالنا رغبة في تدنيس وتلويت هذا اليوم العظيم يوم يموت اخوالينا ناس مننا يموتوا في هذا اليوم فامريكا تقول لهم اهو انا خدت قرار بوقف المساعدات المصرية ميتين وستين مليون دولار والمساعدات العسكرية طيارات ومعدات حربية الرسالة واضحة صحيح بعض السلفيين يقولك ده تنظيم وتنصيق بين الطرفين عشان ما يبانش نحياز امريكا نحياز امريكا ايه ما امريكا واضح نحيازها من البداية امريكا مشروعها كله بينهار لكن ما سلمتش امريكا الدولة العظمى رئيس مجلس ادارة الكون ما سلمش ده عنده خطط بديلة كتير وعنده اوراء اللعب اه بيقولك انا مستني خطوات ديمقراطية يعني هنعمل ايه في خطوات ديمقراطية هو حصل اخلال بخارطة الطريق انت شفت الناس قالوا مش هنعمل دستور شفت حد قال بنلغي الانتخابات ما احنا ماشيين في خارطة الطريق هيمشوا ازاي يعني يجروا خطوطين هما ستين يوم عمل لاعداد الدستور ستين يوم عمل لسه ما انتهوش لما تقعد تحسب الخميس والجمعة من كل اسبوع واجازة ستة اكتوبر واجازة العيد وكل الاجازات اللي تمت هتلاقي في اسبوعين فرق عشرين يوم فرق انت ماشي في خارطة الطريق هو ايه اللي تعطر انت ليه ما انتش واضح ليه ما انتش عايز تقول ايه اللي وراك ليه الاخوان مصرين ينزلوا يا مجمع حينزلوا يا مجمع عشان ايه عايزين يروحوا التحرير علشان ايه النور متحدث رسمي قال كلام النهاردة والله انا شايفه لطيف جدا قال لك يتمنع الدخول للتحرير التظاهر في التحرير لكل وانا موافق معك ما ابدأ التحرير ده وسط البلد احنا بنقول ما فيش تظاهر ما فيش تظاهر لأي حد وما فيش وصول لمدان التحرير على اي فئة مؤيدة معارضة مش هتدخل التحرير ايه المنع ما نعمل كده ونرتاخ نعمل كده ونحلها